اشتركوا في القناة لتدارس مستجدات الأوضاع في المنطقة في إطار ما تليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مصالح دولها وشعوبها وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك جاء فيه أن وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها ودانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وأكدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأن إدارة توقف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردينية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد في إطار الوصاية الهاشمية كما تم التشاور وتبادل وجهة النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية ويعيدها إلى محيطها العربي بما يحقق الخير لشعبها الشقيل واتفق الوزراء على همية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئات المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم واتخاذ المزيد من الإجراءات للمساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية وأكد الوزراء على همية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها وهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري كما أكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة ووضع الآليات اللازمية لهذا الدور وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود ترجمة نانسي قنقر